أصدقائي أطباء المستقبل أهلا وسهلا فيكم بالمحاضرة الأخيرة من محاضرات الفصل الإدعج اللي عم نحكي فيه عن الجهاز العصبي المحيطي وصلنا للجهاز العصبي الذاتي أو المستقل اللي منسميه Autonomic Nervous System هذا الجهاز يلي بنظم الوظائف الحياتية المهمة للجسم من التنفس، دوران، تكاثر، وظائف الاستقلاب وغيره ونبدأ بالمبدأ العام اللي بيشتغل فيه الجهاز العصبي الذاتي أو المستقل شو هال مبدأ هال؟ انه أول شي بيكون فيه خلية تمام أو مجموعة خلايا عصبونات تابعة للجهاز العصبي الذاتي أو المستقل موجودة داخل الجهاز العصبي المركزي يعني موجودة داخل النخاع الشوكي والدماغ فمثلا خلينا نقول هون داخل النخاع الشوكي فيه عنا خلية عصبية تابعة للجهاز العصبي الذاتي أو المستقل فحنعبر عنا هون بهالنجمة هي تمام؟ طيب فالمجموعة الخلايا يلي بتكون تابعة للجهاز العصبي الذاتي أو المستقل والموجودة داخل الجهاز العصبي المركزي منسميهم نوع الجهاز العصبي الذاتي طيب من هالخلايا يلي موجودة ضمن الجهاز العصبي المركزي بيطلع ألياف هالألياف هاي منسميها ألياف قبل العقدة وبيروحوا على عقدة تابعة للجهاز العصبي الذاتي أو المستقل تمام؟ يعني عقدة ودية أو عقدة نظيرة ودية وبيتشابك المحوار اللي يطلع من هالخلية مع خلية تانية موجودة داخل هالعقدة هاي اللي هي عقدة موجودة برات طبعا هون صرنا بنحكي نحن برات الجهاز العصبي المركزي تمام؟ طيب فبرات الجهاز العصبي المركزي في عنا هون عقدة بتكون تابعة للجهاز العصبي المستقل أو الذاتي وبقلب هالعقدة بصير في عنا هالتشابك وبيطلع محوار هالخلية هو اللي بيروح بيأثر على الأعضاء الهدف حطينا هون مثال هو القلب تمام؟ طيب فإذا نحن بنعرف أنه الجهاز العصبي الذاتي أو المستقل هو عبارة عن ودي ونظير ودي واللي هتنيناتهم بيكونوا متعاكسين التعصيب كيف بيصير؟ ما بيصير أنه مثل ما أخذنا لما أخذنا الجهاز العصبي مثلا الجسدي أو الجسمي كان في عنا هون عصبون عم يطلع المحوار تبعه باتجاه عضلة معينة وإلا تقلصي تخلص السيرة هلأ الجهاز العصبي الذاتي أو المستقل؟ لا بيكون في عصبون موجود هون يلي عم نعبر عنه بهالنجمة بيطلع منه محوار ما بيروح مباشرة على العضو الهدف وإنما بيروح بيتشابك مع خلية تانية عصبية وهالخلية العصبية هي يلي بيطلع محواره باتجاه العضو الهدف تمام؟ طيب وتواجد الخلايا العصبية برات الجهاز العصبي المركزي شو منسميه؟ منسميه عقد تمام؟ فهي منسميها عقد ذاتية يلي بيكون موجود جواته هالخلايا اللي عم نحكي عنه أما وجود الخلايا العصبية الذاتية أو المستقلة داخل الجهاز العصبي المركزي فرضا مثلا لو كان هون في مجموعة من الخلايا فرضا يعني بس من باب إصال الفكرة وضمن هالمكان هذا موجودين هدول الخلايا فهذا المكان هم نسميه نواة تمام؟ نواة تابعة للجهاز العصبي الذاتي أو المستقل فهذا فرقه يعني ببساطة هلا هيك خلينا نلخصه بسطر واحد الجهاز العصبي الجسدي أو الجسمي كان في هون عصبون عم يطلع هيك باتجاه عضو هدف خلينا نقول عضلة أو غدة أو شغلة تمام؟ أما بالجهاز العصبي الذاتي أو المستقل بيكون في هون عصبون وبيروح بيتشابك مع عصبون تاني والعصبون التاني هو يلي بيروح بقى على العضو الهدف مثلا مثل القلب تمام؟ طيب هلا بقى احنا اخذ الجهاز العصبي الودي تمام؟ أو الجملة الودية وجملة نظيرة الودية بالتفصيل فأول شي بالنسبة للجملة الودية أو مراكزها وين بتكون؟ بالجملة العصبية المركزية مثل ما حكينا وبشكل خاص بالنخاع الشوكي الصدري والقطني تمام؟ إذا مراكزها بتكون بالنخاع الصدري والنخاع القطني هون بتكون عم تتركز هالخلايا هاي اللي تابعة للجملة الودية وبتطلع من هالخلايا الموجودة بالجهاز العصبي المركزي محاوير هالمحاوير هاي بتروح متل ما اتفقنا بدي تروح باتجاه العقد التابعة للجملة اللي هي تابعة لها فالعقد الودية وين موجودة؟ موجودة على جانبي العمود الفقري بهالشكل اللي شايفينه هون تمام؟ فتطلع الألياف من مثلا النخاع الشوكي الصدري والقطني وبتروح هيك باتجاه العقد الودية ومن العقد الودية بيصير في عنا هون تشابك وبعد هالتشابك بتطلع ألياف بنسميها ألياف بعد العقدة اللي بتروح باتجاه العضو الهدف اللي مثلا هو مثل القلب لحتى تأثر عليه والجملة الودية شو بتعمل بالقلب؟ الجملة الودية هي الجملة اللي بتتفعل بحالات بسموها الفايت اور فلايت يعني حالات المجابهة الهرب لما يكون في واحد شدة معينة بتتفعل الجملة الودية فشو هتعمل بالنظم القلبي هتسرعه بهالطريقة هي تمام؟ إذن أول عصبون كان موجود هون طلع المحور تبعه باتجاه عصبون تاني عطاء إشارة العصبون التاني اللي موجود بالعقدة الودية هو اللي بيطلع المحور تبعه باتجاه مثلا العضو الهدف لحتى يأثر عليه تأثير ودي تمام؟ طيب هي حكينا كمان عن العقد الذاتية الودية هلأ الناقل العصب الرئيسي يلي بينفرز بهالهون من الجملة الودية شو هو؟ هو عبارة عن الأدرينالين والأدرينالين أحيانا بيعطوه اسم تاني بيسموه إبينفرين تمام؟ طيب فهذا بالنسبة للناقل العصب الرئيسي بالنسبة بالجملة الودية وتفعيلها بيؤدي لها مثل حالة المجابهة حالة الهرب من مثلا تسرع قلب من تسرع تنفس هلأ حمقارن بين الجملة الودية ونظيرة الودية لحتى نجمل تأثيرها وتأثيراتهم مع بعضهم ونقارن بيناتهم بنفس الوقت تمام؟ طيب فمعناتها حنحكي عن الجملة نظيرة الودية بعدين نقارن بين تأثير الاثنين مع بعضهم بالنسبة للجملة نظيرة الودية فمراكز هاي الجملة موجودة وين؟ موجودة بمكانين أول شيء بالدماغ تاني شيء بالنخاع الشوكي العجوزي تمام؟ هدول المكانين يلي بتكون موجودة فيهن نوع الجملة نظيرة الودية وللتزكير الجملة الودية كانت بالقسمين الصدري والقطني بينما نظيرة الودية بالدماغ وبالمنطقة العجوزية من النخاع الشوكي طيب هلأ الشغلة التانية من هالنوة بتطلع الألياف قبل العقدة بس هون ما لحتكون العقد قريبة من النخاع الشوكي وإنما حتكون المكان التصالب أو مكان التشابك هو قريب من الأحشاء تمام؟ فالعقد نظيرة الودية هتكون هي عقد قريبة من الأحشاء فعندنا أول شيء مجموعة من العقد موجودة بمنطقة الرئيس هالعقد هاي مثلاً عنا أربع عقد هنحكي عليه هون هلا بعد شوي فتطلع الألياف قبل العقدة هيك لحتى توصل للعقدة العقدة هون بتعمل تشابك وبعدين بتكمل على العضو المستهدف نفس الشي هون بالنسبة لباقي الأحشاء بتروح هالألياف هي قبل العقدة وعند العضو قريبة من العضو المستهدف بيكون هنيكا عم يصير في عنا التشابك وتطلع الألياف بعد العقدة مباشرة للعضو المستهدف فلو من قارن بين الجملة الودية ونظيرة الودية منلاقي أنه الألياف قبل العقدة باللهبي هاي الجملة للنظيرة الودية الألياف قبل العقدة طويلة بينما الألياف بعد العقدة أصيرة بينما هنيك كان بالعكس الألياف قبل العقدة كانت أصيرة عموماً والألياف بعد العقدة بتكون طويلة هلأ خلينا نحكي عن العقد الذاتية نظيرة الودية الموجودة في منطقة الرئيس العقد هاي في عنا أربع عقد العقدة الأولى هي عبارة عن العقدة الهدبية تمام والعقدة الهدبية هي مكانة تكون موجودة بالحجاج وبتطلع منها الألياف بعد العقدة المسؤولة عن تقبض الحدقة وتقبض الجسم الهدبي تقبض الحدقة بيتحكم بكمية الضوء يلي عم تفوت لداخل العين مثل ما لاحنشوف بالبحث الجاي بينما تقبض الجسم الهدبي بيلعب دور بعملية المطابقة وكمان هذا الشي هنحكيه بالتفصيل بوقته هلأ العقدة الثانية هي عبارة عن العقدة الجناحية الحناكية اللي بتكون موجودة بهالمكان بالحفرة الجناحية الحناكية تمام ودور هالعقدة بيكون إفراز الدمع تمام بتتحكم بموضوع إفراز الدمع العقدة الثالثة هي العقدة بنسميها الأذنية والعقدة الأذنية بتكون موجودة بالحفرة بتذكروا الحفرة الصدغية والحفرة تحت الصدغية فبتكون موجودة بالحفرة تحت الصدغية وبتلعب دور بإفراز اللعاب من الغدة أنه كفية أما العقدة الرابعة فبسموها العقدة تحت الفك السفلي واللي بتلعب دور بإفراز اللعاب من الغدتين تحت الفك وتحت اللسان تمام إذن في عنا أربع عقد العقدة الهدبية الموجودة بالحجاج واللي بتلعب دور بتقبض الحدقة وتقبض الجسم الهدبي العقدة الجناحية الحنكية موجودة بالحفرة الجناحية الحنكية وإلها دور بموضوع إفراز الدمع والعقدة الأذنية إلها علاقة بإفراز اللعاب من الغدة النكافية وتحت الفك السفلي إلها علاقة بإفراز اللعاب من الغدتين تحت الفك السفلي وتحت اللسان أما بالنسبة لتفعيله لشو بيأدي خلينا نشوف بالمقارن بين الودي ونظير الودي هلأ هذا أول جدول نحن عملياً عملياً عنا تلت جداول بلخصونا هالفيديو بشكل كامل هذا الأول فيهم حنقارن بين الجملة الودية ونظيرة الودية مراكز الجملة الودية وين بتكون؟ بالنخاعين الصدري والقطني بينما الجملة نظيرة الودية بتكون بالدماغ والنخاع العجوزي طيب مكان العقد الذاتية بالجملة الودية بتكون على جانبي العمود الفقري بينما بالجملة نظيرة الودية بتكون بالرأس أو بجدار الأحشاء يعني بتكون قريبة من الأعضاء المستهدفة بهالجملة هاي هلأ الألياف قبل العقدية بالنسبة للجملة الودية تمام بعضها بيتمشبك بالعقد وبعضها بيعبر العقد بدون تمشبك كيف يعني خلينا نوضح الفكرة هون هلأ هون مثلا بعض الألياف قبل العقدة بيمرأ هون بيعمل هون تشابك وبتطلع ألياف بعض العقدة بس هلأ فيه كمان بالجملة الودية أحيانا بتطلع ألياف قبل العقدة تمام ما بتعمل تمشبك هون نأ بتكمل هيك وبتعمل التشابك هون بالمنطقة أو بالضفائر اللي بتكون قريبة من الأحشاء تمام بيكون فيه ضفائر عصبية قريبة من الأحشاء وهنيك بتعمل التشابك تبعها وبعدين بتطلع الألياف بعد العقدة فإذن الحالة العامة بالجملة الودية إنه التشابك بيكون هون وفي حالات خاصة ممكن يكون التشابك بعيد عن النخاع الشوكي وقريب من العضو المستهدف طيب هاي تالت نقطة مقارنة انه بعض الاليافة تمشبك في العقد وبعضها يعبر العقد يلي كانت موجودة على جانبي النخاع الشوكي يعبر العقد من دون تمشبك بينما بجون نظيرة الودية تمشبك بيصير بالعقد يلي شفناها هون العقد هاي اللي بتكون قريبة من الأعضاء المستهدفة تمام طيب النقطة الرابعة للمقارنة هي الناقل العصبي الرئيسي واللي هو الأدرينالين بالجملة الودية أما بالجملة نظيرة الودية فهو ما نذكر يعني ما لكم منطرين تحفظه بس هو الأستيلكولين طيب هلا بالنسبة لها تأثيرة أول شي تأثير على الحدقة الجملة الودية تفانى أنه هي الجملة المسؤولة عن الهرب وحالة الفزع بينما الجملة نظيرة الودية هي اللي بتكون شغالة بحالة الراحة والريلاكس تمام طيب فالحدقة بحالات الهرب أو الفزع أو المجابهة إلى آخره إجباري حيكون فيها نتوسع بالحدقة لحتى ناخد أكبر ساحة ممكنة بالرؤية بينما الجملة نظيرة الودية هي تكون مسؤولة عن تضيق الحدقة أما بالنسبة لنظم القلب فنفس الشي كمان هنا لحاله ممكن تستنجوهن يعني إجباري نظم القلب حيتسرع بحالات الهرب تمام بينما حيكون فيه عادي أو يعمل تباطئ بتأثير الجملة نظيرة الودية والفكرة هنا نبدأ لكم أنه دائما في توازن بيناتهم يعني دائما هنا اتناتهم شغالين هذا شوي بصير أكتر من هذا هذا شوي بصير أكتر من هذا مو أنه أنه أف يعني واحد بيشتغل والتاني بيوقف على الأخير وبالعكس تمام وبالتالي هنا اتناتهم بيكونوا شغالين بس لما نكون بحاجة لأنه نسرع النظم أكتر بصير تتفع على الجملة الودية بشكل أكبر من الجملة نظيرة الودية طيب، الآن بالنسبة للأوعية المحيطية، فالجملة الودية بتعمل التقبض بالأوعية المحيطية لحتى ترفع الضغط بينما الجملة نظيرة الودية بتعمل توسع بالأوعية المحيطية وبالتالي إنخفاض الضغط لحتى الجملة الودية تزيد من تروية الأعضاء تمام، حركات التنفس إجباري جملة الودية ستعمل زيادة بعد حركات التنفس لأنه نكون بحاجة لأكسجين أكتر ونكون نستهلك أكتر بينما بنظيرة الودية بالعكس القصبات كمان تتم لنفس الموضوع توسسوا على القصبات لحتى تتلبي الحاجة المتزايدة من الأكسجين بينما النظير الودية بيعمل تضيق هلأ بالنسبة لتأثيرها على المفرزات تأثير الجملة الودية على المفرزات هضمية ودمع ولعاب بيصير في نقص بإفراز هالمفرزات هاي ليش؟ لأنه بصراحة مو وقتها هلأ يعني لا وقت الهضم ولا وقت غيره تمام؟ فبتلاقوا واحد بس لياكل رعبي بيقولنا مسلا نشف تمي أو شي هو لأنه قل عنده إفراز كل هالمفرزات هاي من ضمن اللعاب بينما جملة نظيرة الودية هي اللي بتدفعها لما يكون الواحد عم ياكل تمام ومسترخي وما أحلى فبتزيد هالمفرزات هاي حركية السبيل الهضمي نفس النقطة كمان حركية السبيل الهضمي حتتثبت بوجود الجملة الودية وسيطرتها لأنه حيكون كمان مو وقتها هلأ بينما تتنشط بوجود الجملة نظيرة الودية بالنسبة للمصرات كمان نفس الموضوع مو وقت هلأ الواحد يروح على الحمام فبيصير فيه استمساك بالنسبة لجملة الودية جملة نظيرة الودية بيصير فيها ارتخاء بالمصرات وآخر شي بالنسبة للقضيف فالقذف بيكون بتأثير الجملة الودية بينما الانتصاب بيكون بتأثير الجملة نظيرة الودية طيب الجدول الثاني يلي بيضخص هذا البحث عنه هو العقد الذاتية نظيرة الودية الموجودة بالرأس يلي حكيت لكم عنها واللي هنا العقدة الهدبية العقدة الجناحية الحنكية العقدة الاذنية والعقدة تحت الفك السفلي كل عقدة بنا نحفظ مكانها وعن شو مسؤولة العقدة الهدبية بتكون موجودة ضمن الحجاج مسؤولة عن تقبض الحدقة والجسم الهدبي متل ما قلت لكم وتقبض الجسم الهدبي طبعا هو اللي بيلعب دور بالمطابقة تمام؟ وحنحكيها الحكي هذا بالتفصيل لمناخد العين بالفصل الجاي هلأ العقدة الجناحية الحنكية موجودة بالحفرة الجناحية الحنكية ومسؤولة عن إفراز الدمع العقدة الاذنية والعقدة تحت الفك السفلي لهم علاقة بإفراز اللعاب كل واحدة من غدة شكل والاذنية بتكون موجودة بالحفرة تحت الصدغية بينما العقدة تحت الفك السفلي موجودة بالحفرة تحت الفك السفلي طيب هلأ بقى نجي على الضفائر العصبية الذاتية يلي هي عبارة عن مجموعة من الأعصاب تمام بتكون موجودة محيطة بكل عضو حشو يعني مثلا بنجي على القلب فنلاقي هون في شبكة من الأعصاب محيطة بعضلة القلب تمام وقريبة منها من سمية الضفيرة القلبية يلي بتكون هي عبارة عن ألياف ودية ونظيرة ودية كلها ياتون مع بعضهم موجودين تمام طيب الألياف الودية هل بنا نحفظ بكل ضفيرة من وين بيجي الودي تبعها ومن وين بيجي نظير الودي تمام يعني نحنا بنتذكر أنه مثل ما قلنا الودي في عنا عقد ودية على جانبي العمود الفقري ونظير الودي بيكون فيه كمان له العقد الخاصة فيه فهلأ بدنا نشوف نحنا تمام أنه كل ضفيرة عم تتشكل تمام أول واحدة فيهم هي هالضفيرة القلبية من وين عم تجيب أليافة الودية ومن وين عم تجيب أليافة نظيرة الودية فأول شي بالنسبة للضفيرة القلبية أليافة الودية من وين بدأ تجي؟ بدأ تجي من هدول العقد الودية يعني بتكون موجودة على جانبي العمود الفقري تمام؟ وبشكل خاص العقد الودية الرقبية طيب أما الألياف نظيرة الودية من وين بدأ تجي؟ الألياف نظيرة الودية بتجي عن طريق العصب المبهى قبل شوي قلت لكم أنه مراكز الجملة نظيرة الودية هي موجودة بالدماغ وموجودة بالنخاع العجزي طيب فمنطقة مثل منطقة القلب كيف بده يجي لها تعصيب نظير الودية؟ هي موجودة بالنص لا هي قريبة على الدماغ أو لا هي عند الدماغ يعني ولا هي موجودة عند النخاع العجزي فبيجي العصب المبهم وهو نازل من الدماغ بيحمل معه الألياف نظيرة الودية يلي بدأ تنتقل كمان من الدماغ تمام؟ فالعصب المبهم هو عصب جسدي جسمي تمام؟ بيكون عم يحمل تعصيب مثل ما حكينا مثلا لجهاز الهضم وللقلب وإلى آخره التعصيب هات بيكون ضمنه في ألياف نظيرة ودية جاية لحتى تنقل الإشارة نظيرة الودية بينما الإشارة الودية بتكون جاية عن طريق العقد الودية الرقبية بيطلع منها ألياف ودية تمام؟ طيب هاي بالنسبة للضفيرة القلبية خلينا نجي هلأ على الضفيرة الرئوية اللي عم نشوفها هون قريبة من تفرع القصبات بشكل رئيسي الضفيرة الرئوية من وين بتجيب ألياف الودية؟ بتجيب ألياف الودية من العقد الودية العقد الودية وبشكل خاص العقد الودية الصدرية هون انتبههم والرقبية الصدرية طيب الرقبية كانت بالقلبية والضفيرة الرئوية بتجيب ألياف الودية من العقد الودية الموجودة بمستوى النخاع الشوكي أو العمود الفقري الصدري تمام؟ طيب هلأ بالنسبة للألياف نظيرة الودية من وين بتجي؟ الألياف نظيرة الودية للضفيرة الرئوية كمان تجي عن طريق العصب المبهم هو ونازل عم يجيب معه ألياف نظيرة ودية للضفيرة القلبية وللضفيرة الرئوية هلأ منجي للضفيرة البطنية أو الزلاقية تمام ومن اسمها بتتذكروا الشريان الزلاقي هذا اللي كان موجودهم فهي قريبة عليه تقريبا بهالمنطقة بيكون في عنا كمان ضفيرة تابعة للجهاز الذاتي أو الجهاز المستقل طيب هالضفيرة هي من وين بتجيب أليافة الودية بتجيب أليافة الودية من العقد الودية الصدرية هاي العقد بتبعت له ثلاث أعصاب منسميهم أعصاب حشوية صدرية تمام هدو الأعصاب أعصاب حشوية صدرية هالأعصاب هاي بتاخد الإشارة الودية تمام من العقد الودية الصدرية تمام فعنا ثلاث أعصاب حشوية صدرية نسميهم كبير وصغير وأصغر تمام؟ هالثلاث عصاب بتجيب الإشارة الودية والإشارة نظيرة الودية تجي عن طريق العصب المبهم هذا اللي نازلها بجيب معه ألياف نظيرة ودية تمام؟ طيب هاي حكينا لحد هلأ عن الثلاثة من الضفائر هلأ كمان فيه ضفائر تاني فيه ضفيرة اسمها ضفيرة مسارقية علوية قريبة من الشريع المسارقي العلوي وفيه ضفيرة كلوية ضفيرة كظارية كل واحدة قريبة بتكون من شرايين مسماية باسمها وآخر شي فيه الضفيرة اللي موجودة هون واللي منسميها الضفيرة الخثلية العلوية هاي الضفائر كلها ياتا اللي بتكون مسؤولة عن تنظيم وظائف الأحشاء والأعضاء المجاورة وهالضفائر هاي كلها ياتا من وين بتجيب تعصيبة نظيرة الودية؟ بتجيب تعصيبة نظيرة الودية من العصب المبهم كمان اللي بيكون نازل موجود بالبطن أما التعصيب الودي بتجيبه من العقد الودية القطانية يلي بتكون موجودة حول النخاع الشوكي تمام وآخر ضفيرة بيناتهم بينتهوا آخر شي بهالضفيرة يلي منسميها الضفيرة الخثلية العلوية ومننتقل آخر شي بقى للضفيرة الخثلية السفلية يلي موجودة بمنطقة الحوض واللي بتكون مسؤولة عن تنظيم فعالية الأحشاء الحوضية والمصارات والوظيفة الجنسية هاي المصارة هاي عفوا الضفيرة تمامي اللي بتكون موجودة هون كمان بدو يجيها الياف ودية والياف نظيرة ودية تطلع هايك بتقول انه أنا بدي نظير ودي طيب نظير الودي وين كانت المراكز موجودة تبعه؟ كان فيه مراكز بالدماغ ومراكز بالنخاع العجوزي صح؟ طيب فالدماغ صار بعيد يعني هلأ المبهام أمن تعصيب نظير ودي لرأس وعنو وصدر وبطن طيب خلص حاجة بيقول هلأ خلص انه خلي النخاع الشوكي العجوزي هو يعطي هون الألياف نظيرة الودية مو هو كمان في عنا مراكز نظيرة ودية موجودة فيه فبيجي هون بقى النخاع الشوكي العجوزي تمام أو النخاع الشوكي تمام العجوزي بيعطي ألياف نظيرة ودية بتجي لها الضفيرة هاي اللي هي الضفيرة الخثلية السفلية كيف بتجي الألياف يعني منه تمام بتجي عن طريق الأعصاب الحشوية الحوضية في عنا هون أعصاب شايفينه هون محطة تكون عليها هاد المؤشر تمام أعصاب حشوية حوضية بتكون هالأعصاب هاي جاية من الضفيرة العجوزية تمام وبالتالي من النخاع الشوكي العجوزي وحاملة معها الألياف نظيرة الودية لتعطي هالضفيرة هاي اللي هي الضفيرة الخثلية السفلية هاي أمنا التعصيب نظير الودية ضل التعصيب الودية من وين بده يجي؟ التعصيب الودية بيجي من البطن عن طريق البطن كمان بيكون فيه شو اتفقنا؟ عقد ودية على جانبي العمود الفقري فبتجي من هالعقد الودية الياف ذاتية ودية تمام؟ عن طريق شو؟ عن طريق عصبين اسمهم العصبين الخثليين تمام؟ إذن عصبين خثليين بيكون جايين من الضفيرة الخثلية العلوية هالعصبين هدول بيحملوا التعصيب الودية والأعصاب الحشوية الحوضية بتكون عم تحمل التعصيب نظير الودية لحتى يعملوا هالضفيرة هاي اللي هي الضفيرة الخثلية السفلية تمام؟ طيب وهذا جدول لحتى يلخص كل شي حكيناه بخصوص الضفائر وهو تالت جدول بمحاضرتنا لحتى نكون شملنا كل شي معلومات بهالمحاضرة ضمن ثلاث جداور إن شاء الله في هون كل هالمعلومات هاي تمام؟ طيب هلأ خلينا ناخد سؤال على السريع يؤدي تفعيل الجملة الودية إلى كل معيني ما عدا تقبض الأوعية المحيطية وارتفاع الضغط صح استمساك المصرات كمان صح تنشيط حركة السبيل الهضمي غلط وازديال عب ضربات القلب صح كل الضفائر التالية ضفائر عصبية ذاتية ما عدا ضفيرة العجوزية شو رأيكم؟ ضفيرة العجوزية لا هون يضغري أول خيار هو الغلط لا تخرطوا بين الضفائر يلي كانت عم تمرؤ معنا بالمحاضرة الماضية تمام؟ واللي هي ضفائر نسميه ضفائر جسمية تابعة للجهاز العصبي الجسدي أو الجسمي وبين الضفائر الذاتية تابعة للجهاز العصبي المستقل أو الذاتي تمام؟ طيب فالضفيرة الكفارية والقلبية والرئوية هدون مروا معنا اليوم بالمحاضرة أما الضفيرة العجوزية هاي اللي مرأت معنا بالمحاضرة الماضية فهي ضفيرة تابعة للجهاز العصبي الجسدي أو الجسمي طيب الضفيرة المسؤولة عن تنظيم فعالية الأحشاء الحوضية والمصرات والوظيفة الجنسية أنو ضفيرة كانت الضفيرة الخثلية السفلية وهيك بيكون خلص هذا الفصل وضل عنا فصل واحد بمادة التشريح الفصل الجاية كتير حلو كتير سهل أعضاء الحواسية اللي كلاياتنا نعرفها وكلاياتنا مرين عليها إن كان بالمدرسة بتاسع بكالوريا إلى آخره مرين عليها كتير والمعلومات اللي موجودة بالفصل الأخير معلومات بسيطة فتقريبا خلصنا شوفكم بالفصل 12 بتمنى لكم كل التوفيق